بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شعب المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما رأيكم تشاهدوا معي جبت لكم حاجة بردة تولمنا في هذه اليامات السخونين وهو عصير كوكتل فواكه كما رأيكم تشوفوا الشكل تاعه والبناء ما شاء الله أقبل ما نروحوا للوصفة فقط ضغطوا على زر الاشتراك لأول مرة يشوفوا القناة ودعمنا بلايك والروح مباشرة للمقادير إذن نحتاجوا في هذا العصير هنا استعملت أربع حبات خوخ يكونوا طيبين ما قشرتهم شانا مباشرة قطعتهم بقشورهم براجت على البتيخ قطعهم موزتين عصير حبة قارس سكر حسب الحاجة وعندنا عطر الليمون ملعطة اللي حبيتو ديرو هو عندي لتر تعلمه إذا مباشرة نحطوا المقادير كلها الخوخ نزيد ونضيفولو البتيخ هنا دات البتيخ الأصفر دات دات الصحن كما تشاهدو حوالي عقدك ربع حبة تعبالتيخ يعني حسب مويم صحنة تعبالتيخ وزيت عصير الليمون احنا اضفت الملعقتين باك الزيت اللي لازم نضيفلون لأنه كانوا شوية نقصين حلوة اضفت ست ملاعق سكر وراح نديرو عطر الليمون ملعقة صغيرة عطر الليمون كما راكوا تشاهدو ونبدأ نميكسي فيهم بالميكسور اللي ما هنا بارد يعني مباشرة يكون في الثلاجة ولا في القلاصون راح يبقى يجمد أحسن ونبقى ونميكسي حتى نتحصلوا على عاصير هنا حنزيد نضيف الموزاتين اقول لكم هنا أنا سكر هنا استعملت ست ملاعق كاملة مملوء سكر اذا هنا بعد ما تميكسي كامل اذا نحطه بجهة نجيب مباشرة تنبول باش نصفي والصفية باش نصفي العاصير هذا اذا هنا القوامة العاصر كل واحد كيفاش يحبوه انا كما هنا حنزيد له الماء لانه ثقيل شخص واحد اخر يحبو يكون ثقيل وهو حر يعني وشي كل واحد ويحسب الذوق تاعه كان يحبو ثقيل كان يحبو شوي يكون خفيف اذا هاو العاصير تحصلنا عليه نضغنا الحلاوة وكل شي يعني احنا معلوه اذا هنا اراه بارد قلتكم اراه بارد مباشرة فقط احنا نفرغو في وعاء التقديم انا استهلكتنا قلتكم لي تراما اذا هاو العاصير تعنا ما شاء الله كما راكو تشاهدوه تحفا حتى الريحة واحنا كنا نرحو فيه اه يعني انا يعني تشميوه انت قلبك يرتاح اذا انا نفرغو لكم العاصير باش تشوفو القاوة بتاعه وليدرتو ايضا والطعم يعني تحفا انا نتمنى انكم تجربو هذا خاصة في هذه اليامات الحارين والفواكرة موجودة باسعار معقولة اذا في الاخير نقول لكم ما تنسوش الان عاصير هنا يا اذا ما شاء الله حنذوقو تحفا اذا نقول لكم في الاخير حاولوا انكم تجربوه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى ملتقى اخر ان شاء الله